جوان بيقول أنا مقيم بجراتس وقدمت شكوى على انتهاك اتخاذ قرار عن طريق الأستاذ نيفين انتقى الملف للبي فئة من المحكمة الدستورية وحصلت على اللجوء أي محكمة مسؤولة عن لم الشمل حاليا تمام هو بيقول على اللي أنا فهمتوا أنه هو عن طريق المكتب عندنا قدم شكوى تسريع الإجراءات واتنقل ملفه للمحكمة للتحادية الإدارية وبعد كده حصل باللجوء عن طريقنا وعاوز يعرف دلوقتي مين اللي مسؤول عن لم الشمل صح كلا؟ تمام اللي بيكون مسؤول عن لم الشمل بتاعه ومش القاضي بتاع المقابلة التانية بتاع المحكمة لا البيئة فئة اللي هو المفروض قابل عنده يعني البيئة فئة اللي طبعا للمقاطعة بتاعته البيئة فئة هو المسؤول عن موافقات لم الشمل مش المحكمة مش القاضي مش القاضي اللي هو حكى في المحكمة البيئة فئة بالضبط اللي عمل فيها المقابلة الأولى نتمنى تكون واضحة الإجابة بالنسبة لك